في اللوماجيكو نحكيه على تركيا وقيمة الصاديرات متاحة باتجاه دول العربية في العشرة شهر لولانين من سنة الفين واربعة وعشرين يعني من جانبي حتى الاخر اكتوبر نحكيه على اربعين مليار دولار صاديرات تركيا للدول العربية بالتحديد تسعة وثلاثين فاصل تسعة مليار دولار بالنسبة لصاديرات التركية اجمالا اجمال مجمل الصاديرات التركية في العشرة شهر لولانين وصلت الميتين وستاش فاصل اربع مليار دولار رقم مهم جدا وتمثل الصاديرات نحو الدول العربية بالنسبة لتركيا ثمنتاش فاصل اربع في المية من جملة الصاديرات تقريبا واحد على خمسة اه معناها من الصاديرات التركية يمشي نحو الدول العربية اه يمكن فما ناس تسمع فينا تستنى تستنى باش باش نذكر تونس في الترتيب اه بعيد يسر ماناش موجودين في القلوب بركة لا سواء القلوب سواء البلاستيك وغيره بعيد يسر المرتبة الاولى وداير منذ سنوات مش جديد معناها الترتيب اه معناها حتى في تحين الترتيب في سنوات الاخيرة تقريبا من الفين واثين وعشرين عملت اه عودة لي الفين واثين وعشرين باش نشوف الهيكل امتاع الدول تقريبا هو نفسه العراق هي الاولى اه بمجمل تقريبا عشرة فاصل ثمانية مليار دولار قاعدة القرب ايه صحيح الحدود معناها مع العراق اه المرتبة الثانية للامارات بستة فاصل اه ثمانية مليار دولار كصاديرات اه تجي للامارات من تركيا المرتبة الثالثة المصر بثلاثة فاصل اربعة مليار دولار اه دونك اه بالنسبة للمصر تستورد ثلاثة فاصل اربعة مليار دولار من تركيا السعودية في المرتبة الرابعة بثلاثة فاصل ثلاثة مليار دولار والمغرب في المرتبة الخامسة ب2.8 مليار دولار يقول قايل شنية أهم المنتجات اللي تم توريدها من طرف الدول العربية من تركيا الحبوب البقول البذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى هذي بالنسبة لتركيبة الصاديرات التركية نحو العراق المجموعة هذه وحدها ب2.5 مليار دولار ومن بعدها المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 1.2 مليار دولار هذوما أهم تركيبة في 10.8 مليار دولار من الصاديرات العراقية اللي تجي من تركيا من الواردات العراقية من الواردات العراقية اللي تجي من تركيا قطاع المجوهرات يجي في صاديرات تركية في طائمة الصاديرات التركية نحو الإمارات بما قيمته تقريبا 4 مليار دولار 3.9 مليار دولار ومن بعد تجي المواد الكيميائية 900 مليون دولار بالنسبة لمصر تستورد بالأساس المنتجات المواد الكيميائية بقيمة تقريبا 900 مليون دولار من تركيا تقريبا 1 على 4 من الواردات المصرية اللي تجي من تركيا هي مواد كيميائية كما قلت تونس بعيدة جدا في الترتيب هذا 40 مليار دولار قيمة الصادرات التركية نحو البلدان العربية